مجتمعنا عايش في حالة من الفوضى والخزعبلات اللي بتتباع تحت اسم الاختراع الطب المزهل ولقينا برضو ان الثقافة الطبية عند الناس تكاد تكون منعدمة ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي وعلشان الامانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة وقفة احتجاجية ضد الجهل وقفة طبية اسمها الدكتور بيطلع لي صبار حوالين بقي تنسي عندها ثم وثمان شهور أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع ما عندي مشكلة الدوائل بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخذ دالي علاج بالليزار دالي علاج تجميل اي عيان بيعمل عملية في وشه بيبص على وشه في المغاية تلتمية مالة في اليوم عملية تصريحة بالجراحة المفتوحة أو بالجراحة المفتوحة ولا الحق للمريض أن يعرف الفرق بالنتينة أحسن حاجة موجودة في الحلم دلوقتي هي الدخول لماذا أصبحت ترحولك الجسد بهذه الدرجة من الانتشار؟ سيكة 50% بقت 80% تضيف المياه الزيادة دول سبقهم العميات السملة التي تعملت الأستاذ الدكتور حاتم السحار أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو الجامعية الأمريكية للتجميل والحروب عضو الجامعية المصرية لجراحات التجميل ضيف العزيز السؤس دكتور حاتم السحار منورنا وشرفنا وسعداء بهذه الزيارة قبلنا خليك التواجد وسعيد باختيارات للموضوع يعني قد كده الحالة بقت منتشرة؟ هو الحالة بقت منتشرة وما كانش فيها جايد لاينز آخر مؤتمر في أمريكا آخر مؤتمرين اللي هو الأسابس والكاتينج إدش اللي هما وربعات وشرح 11 و12 طلعوا جايد لاينز للتعامل بهذه الحالات فأنا جاي أقوله النهاردة بس إيه هي الجايد لاينز وده معترف بها عالمية جات المشكلة إن كل واحد دكتوره بيتعامل بأسلوب معين مع الحالة فهم لازم في أي حتة في العالم في الطب بيطلع حاجة اسمها الجايد لاينز ليه تمشي على واحد السل المعين بتمشي عليه واحد اتنين تلاتة أربعة فهم كان سيمة بتاعت المؤتمر كله مش على ده بس على البادي كونتورينج على ناحة الجسم عامة كان منه الموضوع المهم اللي هو الناس اللي بتعمل تكميم وتحويل مصار كمية التغاهرات اللي بتحصل طب راجل ده فعلا زي ما انتو قلت ويع من حوفة ويع فضوح تيرا طب هو شكله حلو بغا بس جوه لما بيقل على الهدوم كملت غلطة الموجودة كتير وخصوصاً اللي عيانين دول نزلتهم زادت جداً 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 مع تطوغات عمليات السمنة والتكميم وتحول المصار كل هذا طيب هم حطوا تلات أسئلة تلات أسئلة هو وين عند هاو وحطوا إجابات سبتة لكل واحد هو اللي هو المريض الذي فقد فوق عشرين كيلو ده يعتبر مريض معرض للتراخلات وخصوصاً إذا لم يمارس رياضة فوق عشرين كيلو فقدهم بقى الواحد عمل عملية تكميم عمل تحويل مصار عمل واتفر وعمل إيه فقط أكتر من عشرين كيلو معرض إن هو يجيله تراخلات شديدة وخصوصاً إذا لم يمارس رياضة ده هو تاني سؤال وين امتى امتى الراجل ده يبتدي نشتغل عليه كدكتور تجميل عندما يثبت الوزن طيب كلمة يثبت الوزن في مجال العلم عندنا كلمة عيمة يعني ايه يثبت الوزن يثبت الوزن يعني القادي أول شرط إن الدكتور اللي عمله التكميم وتحويل المصار قال له كده إتس أوفر أو إن هو بقاله ثلاث شهور بيتقرجح من اتنين كيلو عالي نازل اتنين كيلو عالي نازل ألتات كيلو اللي هو الإنسان العادي اللي هو بيزيد 2 كيلو وين خصتها تاكيلو ولهو الألترنيتنج في البروساس بتاعتنا هو يفقد وزن ويجين ويكسب وزن ده هون يبقى إذا عيان لسه بيخص مينفعش يتلمس عيان بقلو سيتو شهور عمل تكميم ولسه بيخص مينفعش يتلمس عيانة بتخص لوحدها تيجي تقول لي طب شديني دلوقتي طب انت يا بنتي خلصت خسنت الوزن تاوزت وصليه هاو بقى دي بقى اللي كان فيها كلام كتير تقنية لا دي كزا حاجة أول حاجة مفيش بتر نسابت للتراهولة دي كتا أول قاعدة مفيش شحيب معين مفيش يعني كل واحد عشرة خسوا كلهم خسوا تلاتين وعبين كيلو كل واحدة خدت تراهولة بشكل معين ده رقم ايه واحد ولهذا كل حالة تتعامل كإنديبيديو والكيس كل حالة بحالة يعني مفيش حد يقول شمانة دي عملت كزا ودي عملت كزا تالت حاجة الديترمنت الكي بتاعك المفتاح بتاعك تقسيمة العظم دي تالت حاجة يعني تالت حاجة تقسيمة الايه العظم رابع حاجة ممنوع يتعامل الجسم كله بقى واحدة ممنوع تالي بقولها يتعامل الجسم كله مرة واحدة ممنوع يتعامل الجسم كله مرة واحدة ليه ممنفعش في معادلة واحدة تزبط كزا يعني ممنفعش اي معادلة فيها اتنين حاجتين انت مش عارفهم يتعامل الجسم بتفتحي المعادلة دي لازم بتزبط حاجة وبتزبط عليها بتبني طوبة فوق طوبة فوق طوبة تالي ليه كمان العيان اللي عمل تكميمة متحول المحصر خصوصا ان هو بيفكر وزن كبير بيبقى فيه حبة نقص فيتامينز مع حبة يعني بيبقى يعني مسلا عندها الوش وقع او الاغداف وقعت هنحقن فيها دهون لا تتم على مرحلة واحدة اه اخر حاجة ودي ما تقيتش في المقتمخ دي هتنقولها في مصر اللي بيعمل دي مش هو اللي بيعمل دي اللي بيعمل تنين في مصر مش هو اللي بيعمل عمليات مخضرش في دماغكم ان هم يقولوا في المقتمخ انه جراح السمنة ماينفعش اشتغل جراح التجميل ماحتردش في المقهوم زي ما اجا اقولت كده ماينفعش انه ماينفعش انه اجيب حد محامي او او مثلا محاسب يخرج البرنامج ماينفعش ماينفعش ايه بالزبط كده فدي احنا اللي زودناها عنه ياماعة التجميل التخصص لوحده والتكميل انا بعش ايه لوحده ده الجزء الاخاني طيب هاو تديله زبش العيان بيجيلك ازاي اول العيان بيتكشف كله على بعضه ده رقم ايه واحد رقم اتنين بنشوف العيان كنفسيا مشاكله ايه واحد اتنين تلاتة انت مده من ايه التغرط اللي عندك لازم تحط رابط للعيان برضو في اعتبرتك رابع تلاتة حاجة اشوف بقى ايه التغرط اللي مش مع بعضه هل البطن هتعمل مع الثدي هل البطن هتعمل مع الضخ هل الثدي هتعمل مع الدراعات مع جناب الثدي هل الافخاد هتتعمل مع المؤخرة ايه البطن اللي همش عليه اخر حاجة ودي هم حاجة اجيب لازمة اعتمدة في امريكا اخر مرة انه هو الجهاز الوحيد المعتمد لشد التغرخلات البسيطة والمتوسطة وتقليل الجروح في التغرخلات الشديدة اعتمدة رسميا انه واول بحث اتعمل 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 برتكول بتاعه في القصر العيني في كل الطب القصر العيني هتجيب لازمة اتسجل من ازوعه ازوعين فاطلعت جيب لازمة كانت مشكلة العينين دول ان اللي جي اعملهم شد تغرخلات كمية الجروح اللي تبقى موجودة كتير فجيب لازمة هو اصلا وظيفته في التغرخلات المتوسطة والبسيطة وده نسبة قليلة من هؤلاء الناس اللي مش نسبة كبيرة بيبقى عندهم تغرخلات بسيطة او متوسطة او بيبقى فيه تغرخلات بسيطة المتوسطة انسي خلاص استاذ العين مفيش جرح يتحط فيك كله هيبقى فتحة صغيرة يتشد منها الجلد عن طري الجيب لازمة جات التغرخلات الشديدة طب استخدم جيب لازمة او لا جيب لازمة كل مقل جمية الترخلات او قوة الترخل كلما قل الجرح او الناتبة اللي هي ايه هزي تعمل اه فاذا يجيب لازمة وزرته في هذه الحالة مش الشد كاملة تحسين عدد الجروح يعني بدل ما اعمل في المثل مثلا جرح 10 سنتي يبقى سنتي 2 سنتي فلازم اعمل مرحلة اولانية في التغرارات الجديدة يجي بلازمة اعتمد افاربع اماكن اقم واحد الافخاذ من الداخل يجيب لازمة استخدامه الدرعات الرجالة ودي مهمة اوي 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 السد المترهل بقى في رجالة اللي فقدت وزن كبير نتائج مسهلة بالزاد البطن سوري الضهر التغرارات البسيطة اللي في الضهر ده كان نتائج المؤتمر اللي حصل في امريكا في شهر 11 اللي فات دي نتائج بتاعته البطن هبدأ بيها الاول لانه البطن اكتر حاجة بتدايق المريض واول حاجة بيمسكها في حالة التراح اللي تلاقي على طول اول ما ماسك ماسك بطنه ومش شايف يعني السد مش هتوبة شايفة لا الضهرها ولا الأرداف ومش واخدبالها منها ومش بدايقها قوي لكن البطن قدامها قدام جزها فالموضوع البطن عايزين نتكلم عنه شوية البطن لو العضلات كويسة جيب لازمة فتحة صغيرة في الحالة الشفط بيشد الجلد في هذه الحالات وبيجيب نتائج مئة في المئة في الحالات التراهلات البسيطة وال متوسطة في التراهلات الشديدة بيقلل النتبة اللي بايه اللي بتحصل بيقلل الجاح اللي يتعامل في الشد ده جي بلازمة من استردام وده كانت في أمريكا في البطن طيب لو كان في ضعف في العضلات ممنوع اعمل الجي بلازمة هنعمل شد بطن عادي شد بطن او بيسموه دلوقتي أبدومالسكابتش وبيبقى الشد بطن عادي لان هو مش مجرد بتعمل عضلات بتعمل خسر بتعمل شدو الأنس بتاعت العضلات بتاعت البطن بتعمل البطن من الأمام شد البطن بقى شد البطن المعروف المعروف بس بس طريقة تقنية جديدة تقنية جديدة فتحة صغيرة في البكيني لعين بتجع البطن كا لكنها ما عملتش حاجة خالص فإذا بيجيب لازمة بيسدش عضلات فالبطن عندنا حاجتين لو ما فيش عضلات يبقى جيب لازمة لو في عضلات ضعيفة يبقى لازم نعمل تقنية شد البطن اللي عادية إذن ده مفهوم لكن نسبة الأمان معلش بلازمة ونسبة الأمان برضو شد البطن نسبة الأمان في عاملات التجميل كلها سبتة لأن الآتي ممنوع أصلا تدخل عيان عليه رزق عاملية التجميل يعني ما يجيش عيان عنده سكة وضغط وقلب وجلطة طبعا عاملية التجميل دي هل فيها رزق عليه خلاص كان زال متعملش لازم يبقى لعيان مت ضبط ده أقام واحد أقام اثنين عاملية التجميل سواء شد بطن سواء جيب لازمة بنج موضعي لعيان صاحي ده أقام اثنين أقام تلاتة الجديد بقى مفيش بقى في المستشفى أعمال التجميل دلوقتي مفيش بقى في المستشفى في أي عم أنا مكلمش على العمالي في أي عملية تجميل بسبب بيجي احتياج بسبب الجهاز PCA اللي هو Patient Controlled Energesia عبارة عن ساعة بيلبسها العيان وتوصلها بإزازة صغيرة كده بيديروا على مدار 24 ساعة لمدة 70 ساعة يعني 3 أيام 4 أيام شوتس من المسكنات فليس يوجد هناك أحساس بالقلب ودول عملهاش حاجة مهمة جدا مش عشان القلم مش كمال العيان يتحرك ومحصولش أي مشاكل من غاء ده كتير في السري والكلام ده كل الدرعين الدرعين في الشد مشكلة قديمة قوي لأن احنا كنا بنشوف برضو نتائج الشد في الدرعين أنا في رأيي ما كانتش مرضية لأنه شكل الجرح كبيره واضح بالزبط المرأة بتبصش على شكلها وهي لابسة المرأة بتبصش على شكلها وهي بيهمها لتنين بس الأهم من نسبالها شكلها لنفسها قدام المرأة جرح الشد كان بيتحط في حز الكتف من هنا وجرح تاني تحت القبط دلوقتي ده كان الجرح الشد وكان بيتعمل بطريقة معينة بحيث ان يسيب أقل لأثار ممكنة بس انت عارف الستات الأثر الكبير بالنسبة لهم زي الأثر ايه الصغير أنا مش عاوز اذا جرح يبقى فيه يا دكتور بالزبط كان بالجرح يبقى هنا الطرهولات الشديدة جي بلازمة طرهولات بسيطة جي بلازمة فاتحة زي باتحة الشفط بيشد الدراع بنسبة 80-90% فلما تيجي تقول العيانة بنسبة 80-90% هشدك بدون ما حط فيكي اي جرح ولا هشدك 100% وحط فيك جرح بالطول تقولي لأ ان شاء الله 60% وما حطش ايه جرح الجي بلازمة فعلا نتائجه في الدراعات وهمية والحمد لله مصر أول دولة تستخدم الجي بلازمة على مستوى الشرق الأوسط الحمد لله كنا اول ناس يعني كنا اول ناس شهر 9 اللي فات اول حال الدراعات تتعمل على الشرق الأوسط ونتاج أبحاث اوصل معه شهر 8 اخي 8 اقول 9 امتا من الجي بلاز من الجراحة في شب الدراعات مفيش ده بالذات في الدراعات بالذات ده حتى لو كان حتى لو كان شديد اللي بيحصل القاتة عشان بس الناس بفهم لو تراهلات من الدرجة الرابعة في القاتة انت مشكلتك في جرحين جرح حمزة حرف التي جرحة في الحال زي لو جرحة تحت الايه القبط بنعمل جي بلازمة بنسبة 99% الجرحة اللي بتود ده مش نحتاجه لو احتاجنا لو احتاجنا بعتاد شوك جرحة صغيرة تحت الايه القبط يشدي لحت الجلد اللي اللي بقي وده نتائج محتمدة من امريكا على الموضوع ده في الاخر مقتمر ان انت في الجيب لازمة بالذات في الدرعات وفي التسدي على الرجال بالذات ده هيخلينا روح برضو عن نحت الجسم في سؤال اللي هنعفيفي تعالوا نسمعه ونشوف نحت الجسم بقى في النهاية وهو الجلد الجسم جه في شكل مش حلو هنلجأ لجرحة التجميل عشان نصل الى جسم حلو اللي هو بالتعبير ده الوقت بتاع التجميل اسمه ليبوس كالكشر اه كالكشر صح كده كالكشر اه فالهو نحت طبعا النحت ده يتميز ازاي تعمل جوك بابا كتير من حالات السمنة العامة اللي بتنجح في التخلص من وزن زايد باتباع نظام جزائي دقيق او رجيم او بممارسة الرياضة بانتظام بتواجه بعدها مشاكل في التراهولات وبعضهم بيعاني من سمنة موضعية في مناطق محددة في جسمه كل دول حلهم المثالي هو عمليات نحت القوام عمليات نحت القوام بتتم دلوقت بطرق متعددة منها الليزر وتقنيات الموجات فوق الصوتية والاشعة تحت الحمراء والميزوثيرابي وطبعا الدكتور المتخصص هو المعني بتحديد الطريقة المناسبة لكل حالة ايه هي تعليمات الطبيب للمريض بعد اجراء نحت القوام بيجيلك المريضة خلاص عملت جراحة السمنة تقولك عملي بقى نحت القوام عشان عمالنا نحت القوام مش لطيف هل بعد كده عملنا شد الجلد عملنا نحت القوام من الأواتفر هل انتهت مسئوليتك هل الالاقة لا الكلام بيبقى قابل للمن يعمل قول لي بقى هو قدامك حل من الاتنين لاتحافظ على اللي أنا عملته ما نعملش من الأول خالص عصر بكلم جد مشكلة تقولك ايه انا بقول لك والله العظيم ده ربي يحسن عملت لها أنا حتى تيجي بعد سنة ونص شفت يا دكتور العملية بازت يانا رابية اوانا كنت عاملها بتايمغ هتفجأة بعد سنة ونص كن بقولها موقوطة لقيا مش كده خالص هي الفكهة كلها انا بسلمك حاجة انتي ارجوك حفظي عليها حفظي عليها بايه هم حكت ايه هلثي فود اكل صحي ومغسط غياطة هم دول اساس اي عملية تجميل طبعا انا بكلمش على التدخين والكلام دا كل هلثي فود ومغسط ايه غياطة هم دول اتو جولدن رولز لحفاظ على اي عملية جراح التجميل وشرب المية انا بكلم اكل حس صحيح بقى شرب المية شرب المية الخضاغ الفكهة نقلل للدهو نقلل للسكرية يعني هلثي فود هلثي لايف ستايل هو دا اللي يحفظ على اي عملية تحت ايه اكتر حاجة بتضيعك دولاتي فيما يتعلق بفكر الناس عن شد الجلد هموه بعد عمليات الزمن المعتقد اللي انت اللي عايز ان يتغير اه ده ده انا عاوز اجهاز ابو فيزغ اللي بيشد الجلد من برا كويس في حاجة بعد الفيزغ ده بتكلم جد ده 90% من الناس بتخش تقولي كده ده دهون يا بنتي اللي مسكدة جلد مش دهون لا مش شايف يا دكتور ده سمك الجلد يا بنتي طيب مش فوتني فيزغ انا مش عاوزة جوح طيب مش نعمل جوح انا مش جيب لازمة طيب انا لا انا عاوزة الشفت تشيل لي شوف انا لسه عند تخينة الفيزغ اداة شفت وليس اداة شد الفيزغ شفت مش شد والنحت مش شفت النحت شفت او شد اول اتنين ايه مع بعض على حسب حال الكل ايه جسم قبل ان اذهب في خصة مشيرة جدا لازم ناخد بالنا منها وهيسألك فيها برضو قصة بنت اسمها سيلين سنتينو سيلين سنتينو دي ادمانت جراحة التجميل قصة تانية خالص ادمان جراحة التجميل صرفت كان بقى 38000 فرانك خمسين الف دولار سرفتهم على جراحة التجميل خمسين طبعا برا غير هنا خالص غير هنا خالص اه هنا بلاش بلاش جدا و سنتينو يعني ده شكلها بعد حقيقة يعني طبعا لازم نشوف قبل لو في صورة قبل هل هل يعني ده بعد كل دي صور بعد مفيش قبل هي كويس بس قالت شيء مهمة اوي اردتوا ان اكون سعيدة ولذلك غيرتوا مظهري وكل شيء لم يعجبني في شكلي نحن ونعيش في عصر يمكن بسهولة تغيير وترحسين ما لا تحب في شكلك الخارجي دي اصلا انا دكتور مش عامل ليه بقى ولا تعمل المجنون ولا تخلي المجنون اعملك يا دي ما بحرقش امتكلم بجنة بص دكتور الشاطر انا اقولك حكمة بس ايها رضية هي لا لا دي عجان الدكتور الحمدية اه دي عجان الدكتور الحمدية اه اه لا ودي حتة علي اه بيقولك أستاذي دكتور شريف ودكتور رحمة اه قال له كلمة مهمة جدا قال له في كتاب ارو في تكستبوك طب في تكستبوك ببقى في بريفاس وفي اكتلوجي اه 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 قال لك واحد من الكتاب الجراحة قال لك يو ميك ماني فوم كيسز يدو اه بتكسب فلوس اكل هيشة يعني من الحالات التي بتعمله بيتعمل سمعتك بتعمل سمعتك مجد لله بيتعمل سمعتك بيتعمل سمعتك من الحالات التي انت بطلبها فتعملها حلوة حلوة اول انت نورتنا النهارة جexp ا stigma بتعمل اكل عايشالك ورزقك من اللي انت بتعمله ده حقك وبتعمل سمعتك من الناس اللي انت بترجع عليها فلوسها اه طبع مش هيعملية حكا تي مهمة جدا عندنا في Proục كتير اوي كده إذا كان بيجي لي الناس مثلاً عندهم 23 سنة ويجي يقول لي أنا عايزة أطوال عندي ناص في فرمول النمو يقول لهم خلاص خلصات القصة خد فلوسك وتكره الله أي واحد تاني ممكن يعمل أي حاجة تانية أحد تاني يعني دي لسة عندها ضبيت كتير كويسة يعني بس في القصة دي مهمة جداً جداً قصة إن إنت تلجع الفلوس لما إنت أعتقد إنك مش تنجح معها تفضل تشكر جداً أو ما أخدش شغل معك وارفض إن أنا أشتغلك لأن أنا عارف أنت محتاج لك طبيب نفسي أو أنت مش تخصصي أو مشكلة تانية خالص يقول لك مثلاً وده سبب مشكلة كبيرة أو في مصر يقول لك طبنا واحدة كذا ألي عاملك كذا أحمي لي عندهم أهلاً وسائل نورتنا لا إنت ضيف العزيز المبدع في حوار دقيمان والصديق والزميل المبدع أستاذ الدكتور حتم الصحار أستاذ والسيشار الجراحات التجميل بكلية الطب جماعة القهيرة الزميل لكلية الجراحين المملكية بينجلترا وعضو جماعة الأمريكية للتجميل والحروق وجماعة المصرية الجراحات التجميل كانت ضيفة في الدكتور خليكوا دايماً مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر